السلام عليكم معكم محمد شرفي ابن مدينة تتوان لاعب كوالت القدم سابقا مع فئات صغرى فريق المغرب التتواني والان مشجع دي المغرب التتواني والمتلخب مغربي الحمد لله مشي أول مرة غن تعرضوا لطانامور كتير من الممرات ولكن تعرضنا لطانامور في القابون تعرضنا لطانامور لما كان نشيد الوطني الابن ديالي كان كيبكي تعرضنا لطانامور للأسنان الحمد لله محمد شرفي غني على التعريف يعني الحمد لله مغروفين دائما بتجيئات ديالنا التانامور كان أطرى لي في الأول شيء عاجة لكن بجود الله سبحانه وتعالى بعد سعنت بالله سبحانه وتعالى والحمد لله تعالى الجمهور المغربي أود أن أشكر الجمهور المغربي يعني زدني قوة وجمهور تتواني تهوى وجمهور العربي كانت كي تسألها ليك يقولي يعني ما تقشت تخمم فاتشي هذا الحمد لله أنت بين فيك رجل بسمة الجميلة في المونديال والحمد لله هذه العقبات جوزت وكان هندي واحد لقاء مع بعض الدكاتيرا الزاب منهم كانوا توصلوا معي أود أن أشكر جميع الدكاتيرا كاملين بهم لأن كل واحد الكفاءة ذياله لكن كان الاختيار الشادي الشيخ أود أن أشكره من مدينة تتوان ومن آلات شادي اللي قدم لي الحمد لله كانت واصل معي أجل عندي حتى من الدوحة كانت عندي من الإمارات من دبي إلى حتى الدوحة كانت الحمد لله كانوا حلقاء جيد أول ما انتظر لي لي قال لي سبحان الله نتعذيك وحلق قابل جميل قلق قابل معنا الله سبحانه وتعالى وكان تواصل لنا بينتنا والحمد لله بتشعر الإنسان إحنا أرى بقي مع بعضتنا ما زلنا الإنسان كيتواصل معي أخذني غانا غانا أعطيه يعني كما كيقولوا أوكي رغمها كانت تبدل لي الجو لما دخلت للمغرب كانوا حل جو تبدل لي والحمد لله الدكتور بقي معي والحمد لله كيستناني غانا نكون مساعدة إن شاء الله هنكون معه في دبي باشي يكمل للعلاج شكرا لليه بزداب وشاركوا لي جميع العرب والحمد لله الحمد لله احنا مشهورين من قديم زمان انتكت عربنا كصحابي الحمد لله دائما موجودين مع جند المجندين مع فريقنا المدينة هو فريق المغرب التطواني ومع المنتخب المغربي كيف ما كان سواء كانوا اللبؤات أو كانوا منتخب مغربي الكبار أو استغلال استغلال التعرض هو وحسي دناب أن يقدم في قاناة مغربية استغلنا أنا والإبن دياني قلنا نعمل معكم محرور بورتاج ثم اختاروكم أحسن مشجعين لك في المغرب وحنا بلما يقولنا أحسن مشجعين الحمد لله ديما كان رفعوا راية الوطن راية المغربية داخل أرض الوطن وقرد الوطن يعني استغل الحقول دياني ربما أعمل معنا واحد الروبورتاج وذي كان الروبورتاج اللي أعمل معنا احنا كان ربما كان في قانا مغربية ما غالنوضوش نهضروا عليه لكن احنا امشي نجبرنا في قاناة أجنبية وهذا حرقنا في قبل دياني أنا والإبن ديالي كان ناشد صاحب الجلالة وكان ناشد كان ناشد الحموشي وكان ناشد القضاء المغربي بشي خدنا الحق دياني بشي خدنا الحق دياني